بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إكمالا لحديث البرحة عن الصراع التركي الصيني في مواجهة أوروبا وأمريكا وطبعا في مواجهة الروس وإيران لكن بدرجة أقل لأن الصين تعتبر إلى حد كبير بتدين روسيا وبتعمل لها فوائد وحاجة زي كده ومسيطرة على إيران وقلت لكم أن الصين عاملة لإيران حوالي 450 مليار دولار مشاريع على العشر سنوات الجيين يعني مبلغ ضخم جدا يا جماعة وده عشان الصين مش عايزة إيران تقع من ناحية الاقتصادية لكن في نفس الوقت الصين لا تأمن إيران خليني أكمل لك الموضوع بتاع ألمانيا بتاع أمبارح بس قبل ما أكملوه لك لو سمحت للإخوة اللي هم مش فهمين يعني إيه تمركز عسكري ومش قادرين يفهموا مدى أهمية خطوط الإمداد ومش قادرين يفهموا مدى أنك إنت لما تتموقع بشكل صحيح تقدر تغلب عدوك حتى لو هو أقوى منك بكتير هتديك مثال بسيط جدا زمان وإنت صغير يا سيدي كنت تتخانق مع عيل في الشارع العيل في الشارع ده أقوى منك فأنت كنت بتعمل إزاي كنت بتجيب له مثلا أخوك الكبير حاجة زي كده ده اسمه تحالف خدت لك إزاي وبعدين كنت بتيجي تعمل حاجة تانية برضو إيه هي إنك إنت كنت بتستخبى يعني تختبئ منه عشان تاخده على أخوانا وتضربه بطوبة وتهرب وحاجات زي كده ده بقى برضو إيه التموقع وبعدين كنت تستدرجوا مرة تانية إنك إنت تستفزوا وكذا وتطلع تجري تخش بيتكم وبعدين تطلع على السطح تضربوا بالطوب ده برضو تموقع يا جباعة الصورة دي موجودة في كل حتة وفي التاريخ على فكرة لما ترجع لتاريخ الدولة العثمانية ولما هزموا الإنجليز وهزموا أسطيل كتير جدا هزموهم فين في المضائخ المائية اللي هي فيه عالية واللي العثمانيين كانوا بيتمركزوا فيها بسهولة والتانيين طبعا ما كانش قدامهم أي حاجة يعملوها فكانوا العثمانيين أو كان العثمانيين كانوا بيحققوا نصر سهل بسبب المواضع دي فالمسائل دي مسألة إنك إنت تتموقع كويس من ناحية العسكرية مسألة إنك إنت تضمن الإمداد العسكري اللي جاي لك يعني إنه جيش بيقاتل الجيش ده عايز يأكل وعايز يشرب لو انقطع عنه الأكل والشربة هيتهزم هيجوع يوم اثنين وبعد كده هتهزم طيب الزخيرة والمعدات العسكرية هتخرب منه لأنه بيستعملها باستمرار وعايز التجدد والتجديد على طول وعايز تدى الإمداد لو الحاجات دي كمان انقطعت عنه هيخسر كذلك ونابليون خسر في وطرلو للسبب دوت وروتشلد تخلص منه بهذا الشكل لما روتشلد تعمد إنه هو يأخر الإمداد عن نابليون يمكن مش حاجة كتيرة يعني أعتقد يوم أو عشرين ساعة أو حاجة زي كده وبالتالي الجيش بتاع نابليون كان أكلها وهو طبعا هرب وخلع منهم وقع في الأسر وأسوه قصة بقى حزينة تانية المهمة هنتكلم نهاردة عن موضوع ألمانيا لكن من فضلك الأول يعملنا إعجاب بالفيديو والإخوة الجدود يشاركوا في القناة والإخوة جميعا يفعلوا جرس الإشعارات ولو سمحتوا لو تقدروا أنكم أنتم تشاركوا الفيديو جزاكم الله خيرا وخلينا بقى نكمل الفيديو مع بعضنا أنت تسأل نفسك سؤال أولي هي ألمانيا عملت الاتحاد الأوروبي ليه وقعدت تصرف عليه المليارات الكتير دي ليه عشان إيه هل هما في ترابط قبائل بينهم ما فيش ترابط قبائل بينهم هل هما في ترابط عاطف بينهم أبدا ده مجتمعات زي ما أنتم عارفينها برجماتية بحتة طيب هل في ترابط ديني ما أنتم عارفين أنهم قاموا على النصرانية هلكوها وده كان آخر رباط ممكن يربطهم قلت لكم ده الرباط اللي كانوا بيستفزوا الناس زمان به وبيجيبوا علينا الحملات الصليبية الشعب مش فهم حاجة هم بيفهم الشعب أن العرب في بلاد العرب بيقتلوا النصرى هناك وبيعملوا مش عارفه وكذا فبيستفزوا هناك الناس وبعد كده بيسوقوهم إلى الجهاد من وجهة نظرهم هم طبعا على أساسي يدفع عن المظلومين النصرى اللي زيه وكده وبالتالي سيروا إلينا عشرات أو حملات صليبية كتير أعتقد يمكن يمكن خمستاشر واحدة ولا كده وبعد كده سيدي الايدولوجية اللي كانوا متلفين حواليها دي هي أصلا تشرزمت ومتشرزمة من زمان لكن هم بقى قتلوها الوقت قتلوها بفكرة العلمانية وبعد ما قتلوها بفكرة العلمانية طب الوقت المواطن الأوروبي هيقف إيه هو يعني مستفيد من إيه إيه الرابط اللي بينه وبين الآخرين حتة الرابط القومي إن دي بلدي ومش عارف إيه ده كلام جميل براق لكنه في الحقيقة مش عملي ليه بقى مش عملي إنت قيص على نفسك كده إنت في بلدك الوقت قاعد جنبيك رجل طيب وجنبيك بالنحية الثانية رجل حشاش فلما تقوم المعركة مين اللي هيقاتل هيقاتل إنت هتقاتل والراجل الطيب هيقاتل فإنتو الاتنين هتموتوا وصد العدو والحشاش هيروس البلد وبعد ما يروس البلد هيهتك الأعراض ويخرب الدنيا ده يا جماعة باختصار نهيك عن إن أصلا المحدش هيرضى إن هو يقاتل على هذه المسألة فهمني إزاي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المجتمع المدني في المدينة هي مسألة قبائل والأمور دي ما عملش دولة زي ما الأستاذ صبر مشهور مثلا قال إنه عمل دولة وكان يحكم النصارى ويحكم اليهود كلام ده مش صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عمل ميثاق المدينة وميثاق المدينة دوت كان في ميزة إنه كل واحد يخش ميثاق المدينة يلتزم بميثاق المدينة فما يعتديش على أي حد من اللي هم داخل ميثاق المدينة وبعد كده لما ينشب خلاف بين حد داخل ميثاق المدينة هيحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده لما لما بني قريزة وبني النظير اختلفوا في المعركة بينهم راحوا عايزين يحتكموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريزة طبعا اتجرقوا لأنهم لئوا وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم بالحق فقال لك لا احنا مش هندفع الادية مرتين وهنحتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده عزيزين محمد فبني النظير عارفين أنه كان فيه اتفاق قديم بينهم كده فذكروهم بالاتفاق القديم قالوا لا يا عمي ده الاتفاق القديم ده انتوا كنتوا فرضينه علينا بالقوة وكنتوا وغدينه ضيما مننا لأنكم كنتم تستضعفون الوقت الموضوع تغير الوقت فيه قوة عادلة تحكم المدينة فايه اللي حصل ساعتها نزلت بقى الآيات اللي هي المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ودي خصة طويلة ان شاء الله بأتكلم معاكم فيها تانية بس اللي أنا عايز أنوه إليك يعني وأؤكد لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتدخل في شؤونهم هم في مناطقهم وكل واحد وكل قبيلة في مناطقها وكل قبيلة مسؤولة عن نفسها بس تكف شرها إضافة بقى إلى أن الأسواق مفتوحة يعني ممكن أي حد فيهم يتجر في أي سوق زي السوق الأوروبية المشتركة كده من غير أي خيود ومن غير أي حاجة بس طبعا ما فيش إسلال يعني سرقة ما فيش خطف ما فيش نهب ما فيش سلب فيه أمام فيه أمور زي كده فهمني إزاي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عمل المسألة دية أنا جبت لك المثال والحديث دوت لي عشان أبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه الموضوع فاشل موضوع القومية موضوع فاشل فهمني إزاي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل غزو على المدينة ما فيش نصراني ولا يهودي هيجي قاتل عشان يدافع عن مسلمين المدينة وبالتالي برضو ما فيش مسلم من مسلمين المدينة في وقتها يروح يدافع عن المدينة عشان يحمي اليهود والنصارى وبالتالي ده هيتقاعس وده هيتقاعس والنتيجة أن العدوة هيخش يدبح الجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الكل واحد سلاحه وماله وحاله ومحتاله ويعني شؤونه بلدي شؤون بلده كأنها بلد جنب البلد وكأنها يعني نوع من إيه من الحكم الزاتي بس الفيدرالية أو الحكم المشترك أو الأسس المشتركة لا يتم التحارب بينهم محدش فيهم يعين عن الثاني مساخ المدينة على فكرة ما يكفيش حلقة يا جماعة اللي نتكلم عن ألمانيا بناء على كل الكلام اللي نسقطه لك هذا تجد أن ألمانيا ليس لها أي ترابط مع أي دولة من حواليها غير المنفعة والمصلحة البرجماتية البحتة أي ألمانيا دولة قوية عندها اقتصاد قوي عندها صناعة عظيمة وفي نفس الوقت عندها مشاكل بقى أن هي خايفة من الأمريكان وخايفة من الإنجليز وخايفة من الفرنسيين يعني البعض يعتبر أن فرنسا قادمة لألمانيا الوقتي مش صحيح فرنسا بتستفيد من ألمانيا بأقصى درجة ممكن ولكن في اليوم اللي هيشعروا أن في حد مثلا زي الإنجليز جاي يتحالف معهم عشان يروحوا ينهبوا الألمان مش هيتأخروا بالمرة طبعا بعد حساب الصراع والتدافع العالمي هنا وهناك فألمانيا راحت تعمل إزاي كونت الاتحاد الأوروبي وبعدين نظمت المسألة احتفظت بما صنعها احتفظت بالأسرار الصناعية والعسكرية بتاعتها وبعدين بدأت تعمل مصالح يعني ترابط مصالح بينها وبين الدول الفقيرة دي وده معناها بيقولوا للدول الفقيرة دي أنتوا الوقتي أنت عاشتوا اقتصاديا بسبب ترابطكم مع ألمانيا لو ألمانيا سقطت أنتوا ترجعوا تفتئروا تاني وبالتالي جعلوا لهذه الدول مصلحة برجماتية قوية جدا مع الألمان وطبعا دي فكرة عبقرية للغاية لكنها تبقى في النهاية هشة تفهمني إزاي؟ هتبقى علاقة هشة ليه أنا هقولك هسيدي أنت لو معاك شريك في تجارة وبتكسبه مع بعض ولو فرضنا أن هو حتى شريك مخلص وكذا هتبقى العلاقة اللي بينك وبينه وهي علاقة منفعة وعلاقة برجماتية برجماتية ما فيها شعيب ولا حاجة لكن عمرها ما هتيجي زي العلاقة اللي بينها وبين أخوك اللي أنت ممكن تاخد من جيبك وتصرف وتدي لأخوك فهمني إزاي؟ فرق كبير جدا بين دي وبين دي لأن علاقتك بأخوك هي علاقة عاطفية أيديولوجية ترابط دم وحاجات زي كده فهمني إزاي؟ لذلك الأمريكان كل همهم في الفترة اللي علوا فيها أنهما يكسروا الترابط الاجتماعي بنشر الفحشاء في كل العالم وبالفعل نجحوا إلى حد ليس بالقليل وإن كانوا مواصلوش لهدفهم لكن فعلا أفسدوا فساد شديد جدا في العالم لهذه الأسباب بقت الناس تفتخر على بعضيها وفيه غرور وفيه خيلاء وفيه كذا وفيه مش عارفه وهذه المسال أدت إلى ضغاء وأحقاد وحاجات زي كده وضعفت الترابطات الاجتماعية ده اللي الأمريكان عملوه في الفترة اللي فاتت لكن إن شاء الله مش هيلحى ويكملوا المخطط ومش هيلحى ويجنوا أي ثمرة هتقول لي عمد أنا هابو الدنيا هقولك ما هابو الدنيا بس هي الدنيا يوم هنا ويوم هنا اليوم الأمريكان لما هيجي أنا هقولك المسلمين قد يعني يفكرون بطريقة تانية يقولك مش عايزين نقتل أبنائنا وشبابنا وكده خلينا بقى قاعدين في بلادنا وعندنا خيارات كتير والحمد لله إحنا بس نعمل جيش ونعمل تسليح كبير عشان إيه عشان ندفع عن نفسنا قد يفكر المسلمين بهذه العقلية حسب القيادة طبعا اللي هكون موجودة وحسب يعني مدة حكم القيادة والأمور دي قد يفكرون بهذه الطريقة ولكن الصين والروس مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل أن يفكرون بهذه العقلية هيفكروا بعقلية الإمبراطوريات التانية اللي هي المعتادة في التاريخ ودي مش هتبقى غريبة عليهم فأنا أعتقد أن يكون أحسن حل الأمريكان في الوقت هذا أنه يقوي الدولة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية الناشئة يقويها وبعدين يدفع لها الجزية أنا لو منهم والله يعمل كده أقول الإمبراطورية ودفع لهم الجزية وده من دفعات الجزية هيحموني ما هو الجزية دي مش بلطاجة ما هو تدفع جزية يبقى تقح حماتك على عاطق على عاطق أمير المؤمنين زي ما كان السلطان سليمان القانوني بيعمل رحمة الله علي والخلفاء الرشدين كذلك وكل خلفاء المسلمين اللي كان عندهم عدل وضبط في المسائل طيب الوقت ألمانيا موقفها طبعا ألمانيا مش هتثق في اللي حواليها البلاد اللي حواليها دي ممكن الفرنسيين يبدأ واشتروهم بشوية إغراءات وممكن الروس يهددوهم وينتزعوهم وممكن 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 طيب ألمانيا الوقت هيكون موقفها حقيقة يعني تلاقي فيه غموط كبير هل هم ما هيعملوا زي ما الحق غليم كان عايز يعمل طبعا الحق غليم ده ما أكلمك عليه هو وليم التاني العرب بيسموه الحق غليم كان إمبراطور ألمانيا كانوا بيسموه الحق غليم ليه أو الحق غليوم كانوا بيسموه كده ليه لأنه كان متقارب جدا مع العرب وكان بيمدح الإسلام وكان يعني بيظهر احترام كبير للإسلام ولمسلمين وحاجات زي كده حتى أن البعض كان بيقول أنه هو أسلم سرا وما كانش قادر يعني يعلن إسلام وحاجات زي كده أنا ما عايز أتهم حد بس أنا قناعتي أن الإمبراطور بهذا الحجم هو التقارب بتاعه في الغالب للمكر ليه بقى في الغالب للمكر لأنه هو جاي عايز يستعمل الدولة العثمانية في ضرب الفرنسيين وفي ضرب البريطانيين ده الموضوع الغالب وبعدين هو كان مش منتبه لأن الدولة العثمانية أصلا يعني كانت في هذا التوقيت أو قبل هذا التوقيت ممكن مئة سنة كانت تحت سيطرة المسون إلى حد كبير ده هما كانوا ممكن يسقطوا الدولة العثمانية قبل سقوطها بمئة سنة طب ليه ما أسقطوهاش قبل سقوطها بمئة سنة لأنه هما مش عايزين يسقطوها عشان يجيب لك ولاة مجرمين زي أحمد جمال الدين مثلا كده ولا يجيب لك واحد تيس زي خسره باشا ولا يجيب لك واحد مش عارفه زي كده فلما يسيق معاملة العرب وهو والي محسوب على الدولة العثمانية ويسيق معاملة العرب فالعرب يكرهوه ده اللي كانوا هما عايزين يعملوه ونجحوا لحد الليس بالقليل لذلك اللي بيوجه اتهابات للدولة العثمانية هو بيبالغ لكن في حاجات كمان بيكون عنده حق فيها وهذه الأمور طبعا كمان ما تيجي بقى في وسط الشخص اللي هو معايش الأحداث يعني قاعد هنا وشايف هنا ومتضرر والأغاني اللي طلعت لك بتقولك مش عارف مريم أخذها عسكر عثمانلي ومش عارف ايه بتاعه ده كله كان ردة فعل من الناس ونجح الماسون ان هما يخلوا السلطان ملوش اي قيمة بالفعل ملوش اي قيمة يعني عاجز وطبعا السلطان عبد الحميد رغم كده برضو عاندهم ورفض تقسيم فلسطين ورفض ان هو يعطيهم فلسطين ورفض حاجات كتير رحمة الله عليه كان رجل رائع يعني برغم كل الضغوط اللي عليه وكان هو حس ان هو يختر في اي وقت وكذا هو مش عارفه الا انه حقيقة قبل بلاء حسنا يعني بيفكرني موقف الدكتور مرسي الله يرحمه رئيس الجمهورية الوحيد في مصر المنتخب شرعيا وكان هو عارف انه العسكر في النهاية يقتلوه وكان بيوصل المستشارين بتوعه يقول لهم لما يقتلوني انتوا ما ترتخوش وما ترخوش للموضوع الموضوع مش حياتي وحياتكم الموضوع اكبر من كده بكتير لو احنا سلمنا الدنيا كلها هطروح وكذا ومش عارف ايه رحمة الله علي الدكتور مرسي السلطان عبد الحميد كان واقف بنفس الصلابة بل اعتقد انه كان موقف وكمان اصعب من الدكتور مرسي رحمة الله عليهم هم الاثنين عموما طبعا انت كمان كمان لما انت تيجي عايز تشوف مدى ضعف الدولة العثمانية تيجي السلطان مراد تلاقيه قتلوه جوه القصر بتاعه وقالوا انتحر ومش مسكين من القاتل ده خد بالك مش قتلوا جنيني ولا قتلوا حارس ولا قتلوا مش عارفين ده قتلوا السلطان وقالوا ان السلطان هو انتحر طب ازاي انتحر فين مراته وفين ولاده وفين الحرس وفين 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 طبعا امور مش منطقية خلينا ارجع الموضوع لا سبحت فجاهل وليام التاني بحال الدولة العثمانية ده خلاه ان هو يعني اعتقد ان هو يعني صاحب قوة كبيرة وهيقدر يردع الجميع وكده باستعمال الدولة العثمانية عشان كده كان دايما يتقرب للمسلمين ويمدح الاسلام وحاجات زي كده ويبقى برضو احتمال ان هو كده الرجل صادق الله اعلم بس انا عادة لا اثق في السياسي ولا اثق في السياسيين ولا بسدق السياسي فاهمني ازاي فطبعا النقطة دي نقطة فارقة يا جماعة تنتبهوا عليها كمان قصة جورج الخامس رح خوف فرنسا انا مش عايز اخدش في الحرب العالمية بس امور لازم احكيها عشان تفهم ايه اللي ممكن يحصل للمانيا فطبعا كمان لما جورج الخامس رح خوف فرنسا قال لها ما تشتبكيش مع الالمان دي مشاكل بينكم وبين بعضيكم لو دخلتم مع الالمان فمشاكل احنا مش هندخل فطبعا فرنسا خافت وده كمان جرأ ايه وليام التاني ان هو ياخد طرار الحرب العالمية الاولى حكايت الواد بن امبراطور النمسا راح وقتلوه والحرب قامت على هذا كلام كل ده كلام فاضي ده المعلن لكن الخفي في اهداف عايزين اقوم المعركة بيحصل اختلاق قضية جبيرة زي كده مخابراتيا بالذات الواد ده اول مرة لما ضربوه فلت ما اصيبش ده هو رجع من المستشفى المرة التانية قتلوه يعني في عملية مخابراتية وفي اخبار جاية لهم وفي يعني في مساعدات بالمعلومات كبيرة جدا ده محبوكة وانا اعتقد المخابرات الالمانية اللي قتلت الواد ده في هذا التوقيت طبعا انت معرفة المخرة ده كله بقى تيجي تعرف ان المانيا لن تثق في احد دي النقطة اللي انا عايز اوصلها لك واخنعك بيها طول الربع ساعة اللي فاتذ دي لن تثق المانيا في احد طيب ايه الحل الوقتي الحل الوقتي قدام المانيا انه هو لو تفكك الاتحاد الاوروبي هي طبعا هتحاول تحافظ على الاتحاد بقدر الامكان ولكن في حال ان الاتحاد الاوروبي تفكك لازم المانيا ان هي تنطلق ولازم تاخد تمن معين بل ممكن ان الصين تغريها بتمن اصلا معين ايه هو ممكن الصين تنقل لها تقنية عسكرية حديثة لان انتو عارفين ان المانيا عليها حظر في الحاجات دي وكده وبما ان المانيا عندها بنية تحتية قوية جدا مصانع عربيات ومصانع مش عارفية وعلى فكرة يا جماعة مصانع العربيات ومصانع القطارات ومصانع السلاح هي نفس المصانع هي نفس كل حاجة هي نفس الشيء وكل مصانع سبائك حديد واسرار سبائك بقى وحاجات زي كده فطبعا المانيا عندها بنية تحتية قوية سواء طرق عندها خط دفاع جوي تقريبا ربما يتفوق على خط الدفاع الجوي الامريكي والروسي لانهم كانوا مسموح لهم بتصنيع السلاح الدفاعي وبالتالي هم مشكلتهم في السلاح الهجومي ولو جات لهم التصميمات والامور اللي زي كده اعتقد ان هم هترجع الامبراطورية بتاعتهم تاني والصين تعملها لان الصين مش بتشتغل لصالح نحنا الصين بتشتغل لصالح مصلحتها هي فبدل ما تهدد الروس بالاطراق بس لا تهددهم بالاطراق والالمان وبدل ما تهدد فرنسا بالاطراق بس لا تجي بقى تقول لك خلي المانيا تنفاصل وخلي المانيا تطيح فيهم مرة تانية ويرجع الروعب ده مرة تانية فطبعا ممكن الامبراطوريات القديمة المعروفة ممكن كلها تصعب على فكرة مرة واحدة ولكن هتبقى مسألة الثقة وهتبقى الامبراطورية الاسلامية الوليدة ان شاء الله قريبا هتتفوق في العقيدة القتالية ان ناس هي بتقاتل في سبيل الحق ناس بتعتقد ان هي ستلقى الله سبحانه وتعالى تحب الحق وتنصر الحق وتكره الباطل وتخزر الباطل وتحارب في الباطل طبعا دي مش هتلاقيها لا عند امريكان ولا عند فرنسيين ولا عند روس ولا عند الصينيين ولا عند الالمان مش هتلاقيها الا في المسلمين حصريا طبعا المانيا ممكن تنطلق في هذا الاتجاه وممكن تفكر لو الصين ضغطت عليها كتير ممكن تفكر في عمل تحالف بمعنى كلمة التحالف مع الروس هتبقى مشكلتهم في انهم ما عندهمش منفذ بحري هتبقى نفس المشكلة والمنافس البحر البلطي ما تسعفش في المعارك بسبب المناخ وتجمد المية في الشطة وخصص حزينة فهتبقى عندهم نفس المشكلة لكن لو عملوا اتحاد زي كده بالذات ان العقليات المتحجرة الوقت سواء كان بوتين او امريكا او كده يعني هيعيش العقليات المتحجرة دي يوما ما هتمشي وان ذهبت العقليات المتحجرة دي ممكن الموضوع ده يتوسع هيبقى في خطورة على المسلمين طبعا بدون شك لكن احنا ان شاء الله هيكون دورنا ان احنا نقف ونصعد وهنهزمهم بقى من الناحية العقائدية دي اول واقوى حاجة هنهزمهم من ناحية الديمغرافية ودي حاجة لا يستهان فيها هنهزمهم من ناحية التمركز وان احنا قاعدين في وسط العالم يعني اللي عايز يعدي من الشرق الى الغرب لازم ياخد اذن مننا واللي عايز يعدي بالعكس لازم ياخد اذن مننا واللي عايز يعدي من الشمال للجنوب او بالعكس لازم ياخد اذن مننا وطبعا المهمة المدافع اسهل بك quote من مهمة المهاجم فعشان كده محدش هيفكر انه هي هاجمك اضف إلى توسع أفق الناس وأن الناس الوقت يبقوا معرفين أضرار أو ردات الفعل بتاع الصراع العالمي فلما أنت يجي حد حربك هتلاقي عشرين واحد يقف ويضافع عنك وأعتقد أن العالم مقبل على هذه المسألة ولكن في نهاية المطافة بالشباب هو صراع وتدافع الحق والباطل ومهما علونا في الآخر هننهار ودي سنة الله في خلقه وعشان بقى تقوم القيامة ويجي الناس بقى لهم شرار الخلق والأخبار اللي احنا سمعنا عنهم أنا طبعا ما بحب أتكلم على أخبار الغيب في الحديث في الحديث معاكم لأن أخبار الغيب ما نعرفش هي تحصل إمتى النبي صلى الله عليه وسلم قال سيحدث كذا وكذا ما قالش بقى أي توقيت في هذا الأمر ربما في حاجات كتير جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعد وفاته بقليل وفي حاجات حدثت وهو عايش وفي حاجات حدثت بعد وفاته بـ 300-400 سنة وفي حاجات حدثت بعد وفاته مباشرة وفي حاجات لسه احنا مستنينها ما نعرفش توقيتها إيه فين جزاكم الله خيرا وأكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وابارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر